دخل أنا الخوف تبعي عرفته خلاص انزين خوف الجمهور خوف الجمهور من وين جاي الجمهور أيضا لهم هذا الخوف انزين هل عرفت أنواعه قبل أن تعالجه يجب أن نعرف نوع الخوف قبل أن نعالجه انزين فنبدأ بالخوف الأول الخوف الذي الجمهور يقول عنه طبعا إذا عرفت أنواع الخوف على فكرة هذه الثلاثة للجمهور مو بس أنت تعالج خوفهم تعالج خوفك أيضا ترى كلها يعني مندمجة ببعضها البعض الخبر صار أنك أيضا ستعالج خوفك أنت بتشوف شلون نبدأ الخوف الأولي أسمي is it for me طبعا المقال بالانجليزي كتبته في 2014 في مجلة مجازين وكصار من أفضل عشر مقالات مجازين ترينينج مجازين مدل إيست زين فأنا حين باستخدم بعض الكلمات الإنجليزية is it for me أول ما تقع ناظرها أنظارهم الجمهور على الإعلان الدعوة أنت أصلا أول شيء تدعو الناس صحيح تدعو الناس إلى حضور البرنامج الوبينار الورشة ما أدري أونلاين ولا مو أونلاين أول ما تدعوهم السؤال الذي يتباير is it for me هذا إلي له لا يمكن مو حقي يمكن يمكن الشي بيكون فوق مستوي أو يمكن يكون جدا ضحل يمكن أنا أورادي بروح بضيع وكتي بحضر شيء أنا سامعنا آلاف المرات فالأخ أو الأخت ما يعرفون أنت شنو بتقدم بالضبط فخايفين أن يضغطون نعم أو انظم أو اشترك أو سجل خايفين يعني مو مسألة فلوس بس إن زين مسألة وقت وعمر كثير من الأحيان أنت ما تحضر برامج وفيها بعض الوعود وتحضرها تقول شلون وين اللي كان فهم قصدي لا فهل أنت قدرت خلا أقول بالإنجليزي هل أنت طمنتهم من هالناحية أو لا كيف تطمنهم من الإعلان نفسه من أول شي تكتب في إعلانك وتنشره هنا يبين أنا بنفسي طبعا هم كاتب هم متحدث كاتب كوبي رايتر يعني عندي شوية خبرة في كتابة الإعلانات تأليف واشتغلت فيها مدة من الزمن فأعرف يعني على الأقل مباني المطلوبة لجذب انتباه السامع أو القارئ لإعلان معين نزين رغم ذلك كتبت إعلانات وكتبت صغط دعوات لبرامجي أو برامج غيري ورغم ذلك وكانت جذابة رغم ذلك الأخ يتصل يقول عن شنو البرنامج شنو الموضوع هنزين مكتوب الموضوع هنزين كثير من الأحيان يا أخوان يا أخواتي نحسب اللي إحنا واضح عندنا واضح عندهم نقدر إحنا شنقول نلومهم نقول ما قروا الإعلان واضح الإعلان ليش ما قروا اللوم ما يقع على الناس يعني يمكن فيه بالفعل بعض الإهمال بس إحنا ما نلوم الناس إذا ما قرأ وما فهم وما استوقف الإعلان وما خلا يقول أها هذا البرنامج عارفه أبيه أو ما أبيه المهم يعرفه فإذن اللوم يرجع لنا فشنو نسوي عشان إعلاناتنا أو دعواتنا تكون جدا واضحة وتخلي الشخص تبدد مخوفه يعني ما قرر يجي لك لو ما يجي لك مو يقعد بين الطرفين بين النصين منتصف الطريق ويأذيك بالسؤال والسؤال فهني أعطيكم بعض الأكشنز أوكي صحيح فالأكشن المعالجة الأولى خل إعلاناتك تتحدث إلى القارئ إلى المستقبل إلى الجمهور تتكلم معه وتحط إعلاناتك النقاط بالضبط على جرح المتحدث آلامه احتياجاته مشاكله وضح أنا شنو بعالج هذه الدورة هذا الخطاب هذه الفعالية شنو بتعالج مو فقط تعطي اسم براق وما إلى ذلك هاي الأكشن الأولي الأكشن الثاني أنا أبي أكون براق أبي أكون مميز هذا فن مهما كان والفن معناها في عبارات وفي تشبيه وفي بلاغة حلو ما عندنا مانع تستخدم العبارة أنزين النقطة هي كيف العبارة مثلا كتبت الأبواب برنامج أبواب اللي جاي يوم الجمعة أنزين طيب أبواب حلو شنو معاه تلازم تكتب أيضا شنو مع أبواب تعني شنو فاكتب الكلام المنمق والعنوان البراق لكن معه وتحته أو قبله لازم توضح بلغة بسيطة للناس ما هو برنامجي حول ماذا اللي عنده أسئلة يكتب في قسم الأسئلة انزين موجود إن شاء الله أبو علي في الوقت المناسب نعطيك فرصة فالنقطة الثانية الطريقة الثالثة لمعالجة إعلان قوي يفهم المستمع حاول تنظر إلى إعلانات أخرى إعلانات أخرى لغيرك روح الإنستغرام خير فيه ولينكدن وغيرها وطالع الإعلانات اللي فيها دعوة إلى برامج وفعاليات وخطابات ودورات شوف شكت أنت فاهم الدورة وإن فهمت الدورة أو فهمت البرنامج أو الدعوة إلى إيش فعالية سواء كانت مجانية أو ممجانية مو مهم طالع فاهم هاي رقم واحد رقم اثنين فاهم بس راغب ليش أنا مو راغب رغم أن الموضوع يمسني بس أنا مو راغب ليش؟ ليش فيه نقص في الإعلان ما قاعد يمس جوانب معينة لما تدرس إعلانات الآخرين تصير منفصل عن إعلانك أنت لأنك أنت مغرم بإعلانك خلنا نقولها صراحة إحنا مغرمين بإعلاناتنا وما نشوف فيها عيوب هاي رقم فلازم شا اسمه؟ نطالعها بشكل منفصل أو نطالع إعلانات الآخرين وهذا يجرنا إلى الأكشن الرابع العلاج الرابع اسأل أخوانك أصدقائك ما فيها شي طرش فاجأ شخص ما يعرف عن الإعلان قل حبيبي هاي إعلاني اللي بنشره عن شنو فاهم لو مو فاهم اسألهم نزيل؟ راح بتشوف بأنه يقولون لك صراحة طبعا اسأل اللي ما يعطونك شسمه شسمه شقر كوتينج دايما يمدحون وهذا نزيل؟ فإذن الخوف الأول للجمهور هو ليس لما يقابلونك قبل ما يقابلونك يوم اللي بيقررون يحضرون لك لو ما يحضرون لك نزيل؟ راح يقررون من الدعوة وهالأيام استخدام الديجتال وايد والأونلاين والماركتينج والأدفرتيزمنت وكل هالإعلانات كثيرة كثيفة طيب الآن أنت معظم جهدك هناك فبعدين تحط إيد على إيد وتقول ليش ما حضروا؟ ليش ما أحد مهتم؟ ليش كذا كذا؟ نزيل؟ فلأن الإعلان الأول اللي قال لك واجتماع بينك وبين متحدثينك جمهورك هو هاي الإعلان فهاي المعالجات الأربع أن فاهمين من البداية هم يحضرون لشنو؟ طيب نجي إلى المخوف الثاني طبعا كل المقال كتبت في 2014 ويصلح لي الحضور الشخصي يعني يعني مو أونلاين وأيضا أونلاين وأنت تربط النقاط إن شاء الله المخوف الثاني الأخ قرر إيجي استجمع قوة وقرر يدخل الدورة تبعك أو البرنامج تبعك يعني بربك قل لي حتى أنت لما تدخل أي برنامج ما عندك مخوف في البداية لما تضغف على هالحبة وبتدخل في غرفة الزوم أو التيمز أو أي غرفة أخرى ما في مخوف؟ طبعا في مخوف أنا وين؟ أنا وين؟ من هالناس؟ من هذا الشخص اللي بقابله؟ يا ترى هذا من الأخ اللي بقابله إنزين؟ فهي ضروري إن إحنا ننتبه له ونستعد له بيه الأخت في الغرفة وعندها توتر وخوف نعم موجود الخوف خلنا نتصور القاعة الرئيسية بالفعل ما تشوف وين يقعدون يحاولون يختارون مكان بعيد يحاولون يتقوقعون موجود التوتر فيهم أنت تشوفها أنت تشوفها وأنا للأسف طويلا ما فكرت كنت في مؤتمرات كثيرة في دول الخليج أروح وأكون متحدث رئيسي إنزين يجي دوري أو القاعة لين ما بدأت المراسم ما بدأت إنزين وأروح أقعد مكان وأقول أنا مو شغلي الجمهور مو شغلي شغل المنظمين هم يشوفون أحوالهم هم اللي يرتبون أمورهم معاهم وأنا لازم أحضر وبس أنا بس ألقي وبس لا لا هذه الطريقة لا تعالج خوفهم ولا تعالج خوفك فكيف نقلل خوف الإنسان لما يدخل المكان وكيف تكسب مكسب ما يمكن تكسبه بالطرق العادية أعطيك بعض الأفكار أولا احضر مبكرا قدر الإمكان أدري بعضكم يشارك في مؤتمرات يدقي كلمة ويطلع يمكن ما يقدر يرتبط كامل بس إذا كان المكان تقدر تحضر من وقت احضر من وقت احضر من وقت وحاول تستقبل أول الداخلين إلى القاعة افتراضية أو حقيقية مو مشكلة في كل أحوال حاول تكون أول المستقبلين تشوف الضيف لما يدخل القاعة ويشوف المتحدث قاعد ويسولف مع المنظمين وكذا وأول ما يدخل شخص يرحب به شي يصير فيه مخاوفه أوه يقول عادي شخص عادي هذا اللي بتعلم معاه صار واحد منه وفينا عادي يعني كثير من مخاوفه راح تنزل ف ادخل قبل ثانيا رحب بهم ثالثا إذا قدرت وحصلت فرصة أن تتبادل الحديث مع البعض بعد البرنامج ما بدأ ليش ما تسأله شخ بارك من وين أنت نزين من أي بلد نزين والله أحب البلد يريت أرجع لها مرة ثانية وا 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 تبادل معاه وأحيانا تقدر تلقي سؤال أو سؤالين ممكن يطلع سبب جيته مثلا هذا أول مرة تحضر هذا البرنامج لو أنت حاضر دورة أخرى لو هاي أي لفل أو كذا أو كذا إنزين بيقول لك بعض الأمور إنزين ما دام أنت حاضر من قبل ليش حضرت هالدورة مثلا شنو اللي يخلاك طبعا ما تستجوبه انتبه مو تستجوبه ولكن السؤال يعني بينك وبينه ما يكون علني عشان هذه القاعات الرئيسية العادية المو افتراضية بيكون أسهل أما القاعات الافتراضية يعني تراعي وجود من يمكن ما يقدر يجاوب قدام الجميع بس إذا قدرت تتجالب أطراف الحديث مع البعض مو الكل البعض ليش أقول لك البعض لأن هذا البعض اللي أنت كونت علاقة معهم في بداية البرنامج خمسة خلا نقول وبعدين بدأت البرنامج وحضر ستين قل لي أنت هالخمسة ش بيكونون شنو علاقتهم معاك هالخمسة شفت الخمسة بيكونون المشجعين المو أدري ش يسمونهم المشجعين اللي دائما اي 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 حين الليلة دوري الأبطال صح الكل يصفق صح لكن في مجموعة اي اي دائما نرافع الأعلام مثلا طبعا إن شاء الله الله يرجع الأحوال نفس أول بس فاهمين قصد الله بيكونون قلبيا ذهنيا وحتى حسيا ولفظيا راح يكونون معاك تشوفهم لما تسأل أسألة أول من يجيبون لما تقول شيء أول من يأكدون لما تطالبهم بالمشاركة أول من يشاركون تشوف يعني دورتك برنامجك بسبب العلاقة المخلصة العلاقة المخلصة الارتباط المخلص اللي سويتها قبل فإذا رقم ثلاثة إنه حاول اترحب وتسلم وتسأل عن بعض الأشياء نزين؟ رقم أربعة هذا إذا قدرت أنت تسويها بعد جدا ممتاز ولذلك الخطيب أو المتحدث أو المدرب يحاول يخلي نشاط يمارسه مع الحاضرين قبل البدء لاحظ لما نبدأ البرنامج أنزين؟ فرض نزوم نفتح الزوم سلام عليكم مساكم الله بالخير كيف الحال؟ مهما تسوي من تحيات ومن رسميات ومن مجاملات يظل شنو سيد الموقف؟ الهدوء القاتل شفت لما تركب في مصعد مصعد كلها 15 ثانية الهدوء القاتل في المصعد شي لا يطاق صحيح؟ معنى ما تعرفون بعض لكن هذا الهدوء القاتل يمتص الطاقة يمتص الحماس انتبهوا فممكن بعض التحية والسلام وكذا وللحين في وقت ممكن أشركهم في فعالية بسيطة أخلي شيء يسوون بسيط مثلا احنا طبعا الليلة برنامجنا راح يكون عن كيف تختار الموضوع الأنسب لخطابك في البطولة فرضا وراح أراويكم النموذج بس ترى راح يفيدكم إذا أخذتوا القلم وكتبتوا على ورقة بعض الأمور خلأ أقول لكم كتبوا بعض الأمور شنو أهم أهم عشرة أحداث مريتوا بها في العام الماضي أهم عشرة أحداث مريتوا بها في العام الماضي كتبوها انشغال ذهني انشغال فكري اندماج معاك في الدورة انزين يساعدك وايد وطبعا في بعض القاعات كنت أخلي هناك عمل يساوونه في المذكرة مالاتهم يساوونه قبل ما انبدي انزين فإذا هاي أربع طرق لمعالجة الخوف رقم اثنين وهو خوف الجمهور لما يقول أنا وين وهذولة مين انزين فهذه بعض المعالجات إلى تطمين الجمهور لما يدخلون معاك في غرفة يشوفونك ويشوفون الجميع المكان كله راح يكون ضغط عليك كله راح يكون تحدي إلى أن ينتبه لك فلازم تبدد أو تقلل المخاوة في قدر الإمكان باللي قلناه تفاعل معاهم تحية معاهم سؤال جواب أخذ وعطى وإدماج في فعالية هاي بعض الأفكار انزين نجي إلى المخوف الثالث والأخير قلنا بنختصر لأنه عندنا أيضا ثلاث أشياء لزرع المحبة بينك وبين الجمهور المخوف الأول لحظوا فيه تدرج وتسلسل المخوف الأول أحضر لو ما أحضر حلو؟ أحضر لو ما أحضر عن طريق الإعلان مخوف الثاني كان أنا حضرت بس هذا المكان مين هذلين مين؟ المخوف الثالث اللي يرافق المتحد وهو خفي جدا الجمهور يخاف لما تبدأ البرنامج هاي دقيقة القضية دقيقة شوية تبدأ البرنامج حضرتك بدأت الخطاب أو الدورة وهناك قرار مهم في ذهن كل حاضر هل سأرافق المتحدث للنهاية بكلي أم سأعطيه فقط عيني أو أذني والأيام في الزوم بعيد حتى كاميرا ما يعطيك إنزين ف راح يقرر أن هذا البرنامج سأبقى فيه كاملا هذا إذا ما نسحب لأن الآن يقدر واحد ينسحب بدون ما أحد يشوفه صح؟ في غمضة عين بس أنت تقدر تخليه هذا يواصل معك البرنامج وهنا تحديان التحديين أنت راح تلاقيهم المخوف الثالث شوي معقد تحدي الأول إنزين إن أول ما يقعد الجمهور معك وأول ما يتبدي معهم هم مشغولون بشيء آخر غيرك قطعا لأنك أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سنبدأ الآن ممكن ممكن انتباهكم كأن كأن يعطونك به السهولة إي نعم يمكن يسكتون لكن شنو كانوا يسوون أول ما بدأت لا تفكر أنه ما كانوا يسوون شيء حتى لو قاعدين شذي كانوا يسوون شيء ذهني متى يخلص حضرته عشان أحضر أروح عندي برنامج ثاني متى يخلص عشان عندي مشتريات المباراة بتبدي ها هنزين فهم ذهنيا قطعا مشغولين وإيدهم في تليفوناتهم ما قطعا مشغولين بشيء حضرتك لما تبدأ أنت قطعت انشغالهم أنت أزعجتهم فلازم الآن تسترد انتباههم إليك مو إلى الشيء الثاني ولأن اللي مشغولين في أقوى وأكثر سخونة أكثر سخونة وأروح وأمتع من بدايتك فسيبقون في انشغالهم الذهني أو الجسدي أو غير ذلك هاي قرار جدا في ظرف وقت بسيط فلازم تقتنصهم واقتناص كيف كيف تحول انتباههم من شيء هم مستمتعين فيه إلى شيء آخر أكو جاوبت أن تكون أنت أكثر إثارة مما في ما هم مشغولون به أكثر إثارة يعني شو نسوي يعني شا سوي يعني الجواب بعطيك بعض الأفكار بس خلى أذكر الجميع لا تبدأ بداية باردة لا تبدأ بداية متدرجة بداية السلام عليكم طبعا تحية زينة بس وأنا سعيد بوجودي هنا وشاكر وممتن وأعتقد بأن الأخ اللي دعاني جزاء الله خير أن هذا الموضوع خلى لبعدين الناس يعني يعني جايين إليك جايين لهم مو لك بأصلا بعد زين فلازم تلفت انتباههم بسرعة أنت تعرف في فن الإعلان دائما أول دائما أتكلم في اليوتيوب لما تضغط على فيديو تبي تشوف ما تلاحظ في إعلان والإعلان ما يسمح لك أنك تتخطى إلا في أول خمس ثواني صح skip add skip add ما تقدر تتخطى إلي عقوب خمس ثواني لذلك اللي يصممون الإعلانات يحرصون أن أول خمس ثواني يسوون شيء ما يخليك تسوي skip add أو يخليك تندم إنه سويت skip add صحيح ينزل فش تسوي في البداية أول ما تلقي إنهم ما يسوون skip ويبقون معاك فن الجذب كل الإعلانات لاحظوها خلصا في رمضان بعد فن أول أول الثواني أهم فترة فأول الثواني في خطابك أهم شيء أعطيك بعض الأفكار تقدر تعطيهم تصريح قوي عبارة أو حقيقة معلومة قوية صادمة وتقدمها بشكل صادم إنزين في كثير من المؤتمرات في الصحة والسلامة دائما نخلي رقم كبير يملأ الشاشة رقم واحد بس أقولهم هاي الرقم شنو هاي رقم شنو إنزين هاي عدد عدد شي اسمه تقنيات في تقنية بس على الأقل أبدأ بشي صادم هاي عدد اللي يموتون كل سنة بالملايين فقط في العمل وبسبب العمل لعلمكم شايف لهم حتى أنت اللي مو برنامج حقيقي أعتقد أنا جذبتك الطريقة الثانية سؤال أعزائي ما في قوة مثل قوة السؤال ليش قوة السؤال لأن الإنسان في ذهنية المستمع إلى أن تسأله الإنسان في ذهنية المستمع والمستمع السلبي ها بس يسمع وينتظر هاي أسوأ أنواع العلاقة بينك وبين الجمهور شوف صح أن المتحدث يتحدث والجمهور يسمع بس فن الخطابة يجعلك تتحدث وكأنك تحاور حتى وإنت مالك زمام الحديث على فكرة هي موضوع ثاني أوكي كيف تخليهم مندمجين لكن الجمهور قاعد يستمع في البداية نزين عليك أنت أنك تسأل لما تسأل شي صير دخلت وظيفة أخرى قاعد يمارس وهي وظيفة المفكر آه آه تعال شنو الجواب فهمتوني فأنا في الأسلوب الأول لما خليت الرقم الكبير على الشاشة كان سويتش الشي الأول حقيقة صادمة ثانيا سؤال وقاعدين يفكرون يحزرون نزين اشغلهم يا أخي اشغلهم بشي مثير نزين ودائما أقول خلا نقول الطريقة الثالثة أطلب منهم طلب أمسكوا أقلامكم والآن أبيكم تكتبون هاي العبارة ولكن باليد الأخرى ليس باليد المعتادة اللي تسوونها إذا كنت أعسر تكتب باليمين وإذا كنت تكتب باليمين تكتب باليسار الحين اكتبوا واشوف كل واحد يكتب اسمه يلا أراوني أرفع يعني أنت خلاص دخلتهم في الجو فأطلب منهم طلب قلنا أول شي راوهم حقيقة صادمة بشكل صادم إيجابي أو سلبي رقم اثنين اسأل سؤال رقم ثلاثة عطهم شغل فعالية نشاط يوقفون يقعدون أي شيء ولكن طبعا مع الاحترام التام إلى الجمهور نزين فشي يصير أنت لما تسوي هالهاشية صار الجمهور متفاعل يفعل لاحظ يفعل شيئا ما كان يفعل شيئا بس يسمع يفعل شيئا الجمهور أول ما يدخل القاعة أول ما تبدي عيونه قاعدة تتجسس عليك مثل سكانر مثل إكس ري مثل حاجز المراقبة في المطار قاعد يفحصك من فوق لتحت قاعد يطع لك وهذا سبب توترك ليش توترنا في بداية الخطاب أن الجمهور يطالعنا هذا العيون كلها تطالعنا فإحنا في توتر انت خلها مشغولة بغيرك بعد أقول أكثر أوضح من هذه أوضح من هذه بعد هذه أسرار أقولها في الدورات أقولها العلن خل العقول والحاضرين مشغولين بغيرك مشغولين عنك بغيرك في الثواني الأولى ليس لعبا بل من أجل أن يندمجوا في البرنامج اللي أنتم سوونه لأجلهم ولأجل أنك أنت تستمت قواك أيضا هاي من أحد الأساليب لتسيطر على الخوف اللي لديك في البداية واللي لديهم طيب أحمد يمكن يحسدون نزين نروح بعد طريقة رابعة للبدء قصة سيدة تبدأ بقصة عندما وهي القصص اللي قلتها في بداية أي برزنتيشن كانت سبب كبير في نجاحي في الكثير من البروجيكت بروجيكت أصلا كانت يعني بيتش أقدم لمجموعة استثمارية مثلا نزين فالقصة في البداية لها دور قصة جداً مثيرة بشكل مقتضب وشيق جذاب تقدم فن القصة بروحها فن منفصل مو فقط رواية هكذا نزين فتبدأ بقصة نزين دخلت البيت وعلى غير المعتاد ما أشوف عيالي طلعوا وقالوا بابا بابا ولا أحد مسك قميصي ولا أحد قال وش اشتريت لنا وينكم وينكم يا عيالي اليوم ذاك اليوم وينهم يمكن أنا متأخر هم نايمين في بطوط العلم هاي اللي بديت ببتش دي نزين فكان جدا يعني مشوق فأسلوب الأسلوب مهم ممكن صورة أو جسم تعطيهم معين صورة في بداية أول خطاب لاتكلم نزين صورة صادمة أيضا أي شيء غير متوقع لاحظ أي شيء غير متوقع كنت في مستشفى كبير في البحرين صراحة يعني يعني أقولها من أخطائي أيضا بس تعلمت في مستشفى كبير في البحرين طلبهم أني أقدم محاضرة للدكاترة وللرؤساء الأقسام وكبار الدكاترة مستشفى كبير كبير وعن شنو كان عن القيادة أعتقد عن القيادة لأن كم محاضرة أعطيتهم نسيت عن القيادة أو شيء من هاي القبيل طيب أنا يغيين بالبدلات الدكتور وماسكين تلفوناتهم طبعا عندهم مساجات مهمة أكيد يعني وحالات تجيهم وهذا وقاعدين في القاعة الكونفرنس روم وأنا أتكلم أنا من أقدام هاي لين عمالك صراحة يعني اللي يخدمون أهالينا وعائلاتنا وبالفعل يعني هم يسمعون من أنا مو دكتور هانزين صاحب بعض المتدربين يقول لي دكتور أنا مو دكتور ولا يعني في لقب مهم يعني بس محاضرة فكانوا يلعبون في تلفوناتهم بالفعل كثير منهم وجيدي قاعدين إلى أن بدأت القصة مربط الفرس في في المحاضرة كان قصة أول ما بدأت بأسلوبي كذا كذا شفت الأعين ارتفعت عن التلفونات وتركوا تلفوناتهم من عقوبها كانوا حسن بنقول I own them كانوا ملكي إلى النهاية القصة يا جماعة القصة 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 وايد عندنا مدربين محاضرين عندهم ما شاء الله خير من الخبرات بس ما يدمجونها بالقصة أو ما يجبون القصة في الوقت المناسب في طريقة لنسج القصة داخل محاضرتك نعم ولا ترتفع تقول القصة مو مكانها لا هذا مكان ناس مسؤولين حكوميين لا والله هني ذلين مستثمرين لا والله هذلين ما يهمهم القصة ما في مكان ما يصلح في القصة القرآن العظيم مليء بالقصص ولولا القصص كيف كنا بنفهم المفاهيم كيف كنا بنربط فالقصص القصص هاي موضوع إن شاء الله في محلة لا يكون تبدأ بشيء ما لعلاقة بالبرنامج هاي بس تحذير إذن التحدي الأول المخوف الثالث قلنا إيش لما تبدي يقررون يكونوا معاك لما معاك هناك تحديين تحدي الأول وهو أولى الثواني هل بتقدر تشيلهم من تليفوناتهم أو مما يشغلهم فطرحنا بعض الأفكار التحدي الثاني شنو ما خلصنا التحدي يا جماعة إذا ضبط المتحدث بداية الحديث ضبط كل الحديث بداية الحديث البداية الأولى قلنا هذه البداية الثانية التحدي الثاني طيب أنت سويت شيء مثير راويتهم سويت سؤال ضحكوا أو أجابوا أندمجوا وتركوا تليفوناتهم انزلوا بعدين الآن شنو التحدي الثاني التحدي الثاني أنهم يقررون بعد هالبداية المثيرة الحلوة الممتعة الاندماجية التفاعلية يقررون هل بيبقون معك للنهاية أو لا نعم للحين التحدي قام كيف يقررون أن يبقون معك للنهاية أو لا هنا ضروري أنك أنت تبدأ تقول لهم إحنا شنو بصدده اللي سويته في الإعلان ما كان عندك مساحة كبيرة الآن عندك مساحة مو كبيرة في الوقت بس مساحة بلحمك وشحمك راح تتكلمهم بلسانك وروحك ليش إحنا هنا أجبت على السؤال عرفت عدد الحوادث اللي تصير في العام الواحد عيل إحنا ليش هنا اليوم فبعطيك أربع طرق أربع أقسام مهمة لازم الجمهور يعرفها إن لم يكن كلها فبعضها معذرة رقم واحد إحنا ليش قررنا نسوي هاي المحاضرة واحد من المحاضرات تأتي ما ندري ليش سببها الداعي إليها إيش شنو السبب اللي إحنا قاعدين نسوي هالمحاضرة أو هالكلمة لازم تقول لهم تعطي خلفية تاريخية بسيطة عدد الحوادث اللي صغير كذا كذا فإحنا نبي كذا إنزين هاي شي شي ثاني هل هناك مشكلة يجب أن نحلها ما هي المشكلة إنزين لازم توصف المشكلة بدقة كثير مننا أصلاً ما يذكر المشكلة اللي إحنا بصددها وسيدة يبي الحل هذه طبيعة بشرية طبيعة البشر لما يجيك ناصح كمتحدث كمقدم حلول مقدم حلول تشوف مو مفسر مشاكل لا مقدم حلول يعني الناس اللي سمون دراسات يتشوفون في الماجستير وغيرها تشوفون أنه لازم تشرح المشكلة بوضوح بإطناب فأنت أشرح المشكلة لهم إحنا ليش جاينا هنا صدقني إذا شرحت المشكلة بحيث يشعرون بأنهم أصحاب المشكلة لا يمكن ينفصلون عنك لا سمعياً ولا بصرياً ولا روحياً ولا ذهنياً أعطيك مثال في الدورات السلامة اللي أعطيها أو مؤتمرات السلامة أراويهم الصورة وراويهم الصورة الصادمة وعدد الأرقام وثم أقول وهذه الأرقام صارت في مؤسسات وشركات كانت تستطيع أن تتجنب هذا الكم الهائل من فقدان الأرواح أين عم كنا نستطيع نتجنب هالخسائر وأزيدكم من الشعر بيت الخسائر اللي نتجنبها مو فقط عن طريق الأنظمة الصارمة والإعلانات والتحذيرات والعصى والجزرة لأن الموظف بمقدرته في غيابك 24 ساعة ما في كاميرا دايماً مو كاميرك المكان ولا حضرتك شسمه خلا نقول سيفتي أوفيسر أو السوبرفايزر تبع السيفتي موجود أو المدير موجود كثير من الاختراقات الأمن والسلامة تصير في غيابك ويسوونها ويفلتون من العقاب يسوونها في غيابك صح؟ وإنت رايح بيتك وإنت مسؤول القسم ما تدري يجيك اتصال بحادث أو لا لأنه ممكن واحد يرتكب حماقة بل يسوون طيب شلون نتعالج هالمشكلة شلون نتعالج مشكلة السيطرة على سلوكيات العمال في غياب المراقب والرقيب سواء كان الكتروني كاميرا أو إنسان حلو أوصف المشكلة بهالطريقة فيحسون وإنهم آها آها عدل إحنا في هالبرنامج فإحنا في المكان الصحيح هذا الأخ عنده العلاج طبعا شرحت المشكلة الآن أبدأ وأقول شنو العلاج اللي أنا بقدمه متقدم العلاج شنو الحلول فأبدأ وأقول هاي رقم ثلاثة نزين ونحن اليوم أيها الأخوة والأخوات موجودون في هذا المؤتمر لكي نضع حلول جذرية وحلول عملية تجعل تحول الموظف والعامل يلتزم بالسلامة لا خوفا من عقابك ولا خجلا من الكاميرا بل 24 ساعة يلتزم بالسلامة لأنه يؤمن بالسلامة ويؤمن بأن مصلحته الأولى وعائلته تأتي أولا وقبل كل شيء وهذا الشيء تم تجربته وتطبيقه في الكثير من الشركات اللي أنا اشتغلت معهم وأنا اليوم راح أعطيكم هذه الطرق الثلاث الرئيسية المجربة وراح أدعمها بالدليل والصور والوثائق والأرقام لازم تسوي شيء في البداية لازم تعطي احترام إلى الحاضرين مو تأخذهم في رحلة وين رايحين إحنا في الرحلة معاك بعدين بقول لكم لا يا أخي ما يصلح بعدين أقول لكم مو حلوة أصلا كل وجهة كل طيارة تركبها لازم تعرف الوجهة وين والطريق إليها وين 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 نفس المستمع فلازم أنت تراويهم الوجهة وتكون جذابة واتطمنهم بأنك كابتن عارف شغلك وعارف شلون تأخذهم في الرحلة فإذا ضروري تقول لهم أيضا ماذا سأعطيكم صح شرحت المشكلة بس تقول لهم ماذا سأعطيكم اليوم عشان يبقى معاك طيب انزين وفي أيضا نقطة أخيرة رقم أربعة وهي قلنا خلقوا لهم واحد مرة ثانية لماذا نحن هنا خلفية بسيطة رقم اثنين شنو المشكلة رقم ثلاثة شنو الحل اللي بعطيكم رقم أربعة ليش أنا عزائي اللي بيسمعون التسجيل بعدين انتبهوا لهالنقطة انتبهوا لهالنقطة طيب انت عندك المشكلة وعندك الحل ليش نسمعك انت انت منه بأي صفة سنسمعك ليش انت بالذات الخبير اللي راح تكون تجيب لنا الحل على طبق من ذهب ليش من يعني انت فهني لازم تبدأ تعطي خلفية بسيطة ليش انت طبعا البعض شي سوي يحط صفحة كبيرة على الشرائح على بيقول أنا هذه خبراتي أنا كذا اشتغلت كذا اشتغلت كذا لا مو هاي المقصود هذا خلى اللي بقدمك خلي قدمك مو مشكلة بس انت الان لازم تعطي اسمع تد توك شلون يقولون هالموضوع فبس تخدم نفس الاسلوب تبعي مرة ثانية عشان اربط لك المثال قام اللي يكون جاهز عندك اوكي راويتهم حقيقة صادمة ثم دخلت وعطيتهم ليش احنا موجودين هني والمشكلة شنو قلت لكم المشكلة بين العمال بعدين قلت ان عندي لكم حلول ثلاثة باعطيكم اليوم انزين اهي شلون تعطي مصداقية لكونك انت الطبيب المعالج فابدأ بطريقة من هالقبيل اعطي خلفية شوية اقول بهالطريقة اقول وقبل ما اعطيكم الحلول الثلاثة خلني ااخذكم انضميت الى الشركة الفلانية واول ما انضميت الى الشركة كنت انسانا مستهتلا بالصحة والسلامة كنت عامل وكنت عامل فقط البس الخوذة والنظارة لما يطل علينا مسؤول او مسؤول سلامة او رئيسي بعدين اذا غاب ما التزم الى ان جاء اليوم الذي حصل فيه كذا كذا حادث كبير فتح عيني وعيني الشركة ودخلت الى قسم الصحة والسلامة صرت اداري في الصحة والسلامة وهناك عالجنا مع فريق كامل كيفية اعادة الحياة الى الصحة والسلامة في الشركة واو اعطي خلفية انت لما تسمع ان انا اقول شذي بالتفاصيل طبعا وبدقة انزين وبالارقام وبالسنوات المستمع شي يصير شي يقول المستمع يقول هذا انسان مو مو فيك مو مزيف هذا انسان مو ش اسمه ياي من السيفي ماله او السيرة الذاتية هاي انسان ياي من رحم التحدي ياي من رحم التجربة وتقول الحق تراوي صور يعني بصدق انا كنت هناك وشفت بعيوني ش صار واشتغلت كذا كذا الى ان قعدنا الحياة الى الصحة والسلامة ولما تخلص هالنبذة النبذة القصيرة حول ماضيك اطمأنه الخوف الجمهور راح قالوا احنا في ايدي امينة ومنها تبدأ محاضرتك اللي انت مخطط المحاضرة كلها حق هالنقطة اذا لنأخذكم من خلال هذه التجربة كلها اللي مريت فيها سأعطيكم ثلاثة اشياء مجربة تنفعكم في كذا 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 جاهزين اكيد جاهزين جاهزين قلبا وقالبا وروحا وذهنا وكلنا اذان صاغية حلو اعزائي اذان حلينا المخوف الثالث وهو لما نبدأ المحاضرة انا ليش اسمعك ليش انتفت للنهاية وعطينا هاي الطرق طيب انزين ف اتمنى ان هاي الثلاث طرق ساعدتكم في اش اسمع انا طبعا اشوف الوقت اخذنا بس كان ضروري هاي الجانب الجديد جدا في الخوف خوف الجمهور منك لابد كنا نشرحها احين اش بسوي بلخصها ثم نسوي سحب على الثلاث جواز الليلة واو اجل بعد اذنكم او اجل طرق الثلاث لتحويل الخوف الى محبة ايضا يبالها دقة ويبالها هذا والليلة خفيفة اتمنى كنت ولا اطول عليكم وليلة سعادة وبركة طيب فاذن الخص ثم اقول لكم اشلون الحاضرين ممكن يدخلون في السحب على الجواز الثلاث قلنا الجمهور مثل ما انت تخاف من الجمهور وتكلمنا عنه في تيفي اخر هناك مخاوف للجمهور تنقسم الى ثلاث مراحل مو انواع ثلاث مراحل مرحلة الاولى ان لما يشوف الاعلان الدعوة الى المحاضرة او البرنامج او الدورة هل احضر لو ما احضر يعتمد على كيفية خطابك لجمهورك عبر كلامك في الاعلان وايد مهم وذكرنا عدة طرق ان تخلي الخطاب في الاعلان واضح وموجه له ويلامس الامه بحيث يقرأ ويقول انا راح احضر انا عارف واضح المطلوب راح احضر المخوف الثاني لما يدخل قاعة الدورة او البرنامج او المحاضرة وقبل ان تبدأ في الالقاء فهناك مساحة من الخوف وفرصة لك ان تعالج هالمساحة من الخوف فيدخل الجمهون ما يعرف هو وين ومع من ومن سيتحدث اليه وما يدري ان انا اصلا انا في المكان الصحيح ولا لا انا انا ياريت سويت شيء ثاني ياريت والله طلعت على الكوفي شوب وقعت الليلة في الكوفي شوب مع اصحابي ليش يا اسمع الليلة انزيم فهني تعالج الخوف في هاي الفترة ما قبل الالقاء بطرق ايضا ذكرناها يحس بانك انسان مثل سوالف احنا خوي وما الى ذلك صحيح وايضا تحاول تشغله بشيء اذا امكن المخوف الثالث ان بدأنا المحاضرة الان او الكلمة او الخطاب هناك تحديين التحدي الاول انك انت تفكر تباطئ الذهني بما في يديه الشيء المثير او في ذهنه كل شيء في ذهنه هو اكثر اثارة مما ستبدأ به قطعا فانت يجب ان تثبت العكس وان برنامجي يستحق ان تلتفت لي يا فلان فتبدأ ببداية مثيرة قوية وذكرنا سبع الطرق ثم التحدي الثاني بعد انقشاع البداية المثيرة الممتعة اللي هي ثواني من زين الان يلتفت لبرنامجك للنهاية لو لا هل هو بالفعل في المكان الصحيح فقلنا يجب ان تشرح له شنو المشكلة وليش احنا اهني وشنو الحلول اللي بقدمها لكم في البداية انزين وين احنا متجهين بالطائرة ذكرون انزين وايضا لما انا القبطان وذكرنا هاي الموضوع وبهالطريقة غطينا ثلاث مخاوف رئيسية للجمهور وكما بشرناكم ايضا مخاوفك انت راح تقل لان الجمهور صار حبيبك ولم يعد غريبك او انسان يخاف او انسان كعدو كثير يقول انا اخاف من جمهورك انه اعداء لا خلاص صارنا اصحاب بهالخطوات الثلاثة فيه قبل ان اصلا تدخل في الموضوع انزين اقول خولي هذا واستغفر الله لي ولكم وان شاء الله الان يبدأ تسحب عندنا ثلاث هدايا انا اشوف العدد كبير بنخليها خمس هدايا ان شاء الله سحب على تذكرة دخول مجانية في برنامج ابواب يوم الجمعة برنامج كبير وقت قصير ان شاء الله طبعا خمس سنوات السابقة طفت بهذا البرنامج في انحاء العالم من جامعات في ماليزيا في سريلانكا في مسقط في السعودية في البحرين وكان كان لأثر كبير على الشباب وطبعا ما وراء الشباب ايضا اسمه برنامج ابواب وهو فيه رحلة جميلة من قصص وا 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 خمسة ابواب ومع تفاعل موجود فهذا البرنامج لأثر كبير وبمناسبة شهر رمضان اصلا لم يحدد له سعرا انزين ولكن تذاكره ايضا ستكون عبر تسجيل خاص خمسة اشخاص راح يفوزون الليلة بتذكرة خاصة ضيوفي بكونون كل اللي عليك تسوي انك الان تدخل على الخاص تبعي وتكتب ابواب تكتب كلمة ابواب وراح اسوي سحب بس خلال نص ساعة فقط بس باخذ الاسماء والحسابات اللي في نص ساعة فقط كتبت كلمة ابواب راح انشاء